نوكيا استمعت لندائنا وقامت بإطلاق النسخة الجديدة من أفضل هواتفها على الإطلاق هاتف نوكيا 3310 الجديد كلياً سيشعرك بالحنين للزمن الجميل وكم كانت الهواتف في ذلك الوقت بسيطة وغير معقدة مقارنة بوقتنا هذا رحبوا معي بالقادم الجديد ورفيق الدرب النوكيا 3310 الجديد كلياً كما تشاهدون عند فتح علبة النوكيا 3310 ستجد الهاتف في الأمام نحن نستخدم اللون الأحمر الدافئ لكن النوكيا 3310 يأتي باللون الأصفر والأزرق والرمادي هنا نجد شاحن الهاتف وهو مايكرو يو اس بي ونرى أيضاً السماعات دعونا نبدأ بالتصميم فالنوكيا 3310 لديه تصميم مميز فهو مختلف تماماً عما تعودنا عليه فسمكه كبير والحواف الدائرية في الأطراف كبيرة حجمه بشكل عام صغير ويمكنك إمساكه بالكامل بيد واحدة هذه ميزة رائعة حيث يمكنك وضعه في جيبك الصغير أو حقيبتك ولن تشعر به على الإطلاق هذا الإصدار يدعم شريحتي هاتف ويمكنك إضافة مساحة تخزين حتى 32 جيجا بايت شاشة النوكيا 3310 تأتي بقياس 2.4 بوصة ودقة 240 في 320 وبتقنية الـ TFT أو Thin Film Transistor وهو نوع من أنواع الشاشات التي يتم التحكم بها بواسطة الترانزيستور والذي يوفر تحكماً أفضل بالألوان والصور المعروضة الشاشة جيدة فيكفينا أنها تدعم الألوان وليست كالقديمة ولن ننسى أنها لا تدعم اللمس نوكيا 3310 لديه كاميرا خلفية بقوة 2 ميجابيكسل وفلاش أيضاً لا توجد كاميرا أمامية لعشاق السيلفي لكن صور 3310 لا بأس بها استخدامات الكاميرا محدودة للغاية بطارية النوكيا 3310 بقوة 1200 ميلي أمبير وقابلة للنزع البطارية يمكنها الصمود حتى أسبوع من شحنة واحدة كاملة لا تقلق أبداً مع النوكيا 3310 3310 يعمل بنظام تشغيل سامبيان فهو نوكيا بلاستيرتي وهو نظام بدائي جداً يأتي بالعديد من التطبيقات الأساسية مثل الرسائل وسجل المكالمات الموسيقى متجر التطبيقات الآلة الحاسبة وغيرها من التطبيقات لكن أهم تطبيق هو عودة اللعبة المفضلة لدي لعبة سنيك والتي طورتها شركة جيملوفت الشهيرة اللعبة رائعة هناك العديد من المراحل للعب ويمكنك اختيار زر الملاحة للتحكم باللعب خاصة إذا كنت تستخدم يداً واحدة أو أزرار الأرقام المتعارف عليها 2468 يمكنك أيضاً اختيار لون الثعبان الخاص بك عند اللعب في النهاية عودة النوكيا 3310 هو عودة الحنين للماضي بالنسبة للكثير منا وتعتمد على مدى ولائك لهذا الهاتف لتحصل عليه لكن يمكننا القول أنه لن يستبدل هاتفك الذكي على الإطلاق إلى هنا نأتي لنهاية مراجعة هاتف نوكيا 3310 الجديد كلياً لمشاهدة مراجعة بلاك بيري كي 1 الجديد اضغط على الفيديو في اليسار ولمشاهدة مراجعة هواوي بي 10 بلاس اضغط على الفيديو في اليمين لا تنسوا الاشتراك في قناتنا شكراً لكم على متابعتنا على أمل اللقاء بكم في مراجعة جديدة مقدمة لكم من أكسيوم